السلام عليكم ازايكم عاملين ايه انا منور بقدم لكم النهاردة البسبوسة الحلوة المرملة دي بطريقة الحلواني البسبوسة دي مختلفة عن اي بسبوسة تانية البسبوسة دي مطبوخة في الحلة شايفين اللون الحلو ده لونها دهبي وجميل وكمان من جوة نفس اللون وده لانها مطبوخة في الحلة مش معمولة بس في الصينية في الفرن معاوزاكوا بس تشوفوا قد ايه البسبوسة مرملة وكمان لونها حلو قوي من جوة زي من بره بالزبط شايفين لونها حلو ازاي هنعملها مع بعض بالتفصيل يلا بينا نبدأ اول حاجة هنحط حل على النار هنستخدم الكوباية دي الحل لازم تكون نشفة خالص من الميا هنحط كده في الحلة من تحت السكر كوباية واحدة سكر هنفردها كده في الحلة ونسيب السكر داية كرمل هنسيبه شوية النار يدوب يعني متوسطة مش اعلى من متوسطة ممكن تكون اهدا من متوسطة شوية لو انتوا اول مرة تعملوا الكرامل احنا هنقرمل السكر دا هنسيب السكر كده على النار لحد ما يظهر من الجنب لون بني بالشكل دا والسكر يبدأ يزيح بعد كده هنبدأ في تقليب السكر هنفضل كل شوية نقلب السكر ونفرده في الحلة ونسيبه شوية ونرجع نقلبه تاني شايفين القور بتاعة السكر دي مع التقليب المستمر هتفك كلها والسكر يسيح ويكون شبه العسل الاسود بس طبعا احنا عايزين لونه يكون افتح من العسل الاسود شوية قرروا نفس الخطوة قلبوا السكر بعد كده يفردوه في الحلة وقلبوا لحد ما يسيح ويكون معانا بالشكل دا وباللون دا وخلي بالكو انه ممكن يغمق بسهولة جدا وبسرعة اول ما يسيح لو سبتوه اكتر على النار هيغمق منكو ويكون لونه وحش وطعمه هيبقى مر بعد ما السكر يسيح هنضيف كباية ميا بس الميا هضيفها بالتدريج هضيف ربع كباية الميا بس واستنى شوية السكر دلوقتي هيدخن وهيفور وده كله بسبب الميا عشان كده انا حطيت شوية صغيرين من الميا شايفين السكر دخن ازاي دلوقتي هضيف باقي كمية الميا كده هنضفت كباية الميا كلها السكر بقى جامد وده لاننا ضفنا عليه الميا هسيب السكر يسيح في الميا خالص لازم السكر يسيح خالص في الميا وده اول ما الميا تغلي هلاقي السكر بيسيح بالتدريج فيها كده السكر سيح خالص في الميا ما بقاش فيه اي تكتلات دلوقتي هضيف باقي المكونات دلوقتي هضيف 6 معالق كبار زبدة وممكن نستبدل الزبدة دي بالسمنة بس ياريت تكون سمنة بلدي او زبدة بلدي او مثلا نص بلدي ونص النباتي العادي وممكن كمان تضيفه 3 معالق زبدة او 3 معالق سمنة و3 معالق قشطة لو القشطة متوفرة عندكم في البيت بعد كده هنصيح الزبدة دي مع الميا والسكر تماما لازم تغلي بالشكل ده واول ما تغلي بنشيلها من على النور دلوقتي هنضيف باقي المكونات معانا 3 كبات دقيق سميد او دقيق البسبوسة الثلاث كبات مش كاملين يعني معانا 3 كبات اللي رابع دقيق بسبوسة هنضيف دقيق البسبوسة بعد كده هنضيف رشة ملح رشة خفيفة خالص ملح وكمان نضيف كيس فانيليا واخر اضافة خالص معلقة كبيرة بيكينج بودر بعد كده بمعلقة خشب او سيليكون نقلب المكونات دي كويس جدا نفضل نقلب فيها لحد مدقيق البسبوسة يدوب خالص ويختفي تماما في المكونات التانية لازم تتقلب كويس جدا ودي من اسرار نجاح بعد كده هجيب الصنية اللي هحط فيها البسبوسة انا دهناها بالزبدة هفض البسبوسة في الصنية طبعا اول ما بدأت شغل انا وشغلت الفرن الفرن هيكون على درجة حرارة 200 والبسبوسة هتقعد فيه نص ساعة لازم اول ما تبدأوا شغل لازم تشغلوا الفرن يعني يكون سخن على الاقل ربع ساعة قبل ما تدخلوا البسبوسة جواه بعد ما احط البسبوسة في الصنية هساوي سطحها بالمعلقة بالشكل ده ممكن قبل ايدي مية واساوي سطحها البسبوسة بيها وممكن قبل المعلقة نفسها مية هجيب كوباية وادخل فيها المعلقة بالشكل ده واساوي سطح البسبوسة بالمعلقة بالشكل ده كده بعد كده هندخلها الفرن الفرن بيشتغل من تحت بس وبنشغلش الشواية لمدة نصف ساعة على درجة حرارة مدينة قبل ما البسبوسة تخرج من الفرن بخمس دقائق هعمل الشرباط برضو هستخدم نفس الكوباية هحط في حلة كوباية سكر وعليهم كوباية مية ونقلب السكر مع المية كويس جدا قبل ما نحطهم على النار او قبل ما نشغل النار بعد كده نشغل النار ونسيبها تغلي اول مشاربات البسبوسة يغلي بالشكل ده هنضيف عليه ربع معلقة زبدة ونقلب الزبدة فيه لحد ما تسيح بعد كده نشغلها من على النار على طول شرباط البسبوسة بيكون خفيف جدا مجرد مية وسكر مغليين اول ما شيل الشرباط من على النار بطلع البسبوسة وقتها من الفرن واصب الشرباط على البسبوسة على طول يعني لازم الشرباط يكون سخن جدا وكمان البسبوسة تكون لسه خارجة من الفرن دلوقتي هنصب الشرباط على البسبوسة نصبه كده في كل جزء من الصينية بتاعة البسبوسة بالشكل ده شايفين البسبوسة بتتشرب الشرباط بسرعة ازاي وده سر نجاح البسبوسة هي كده البسبوسة نجحة جدا نجاح كده خلاص انا حطيت كل كمية الشرباط اللي عندي والبسبوسة شربته كله شايفين شكلها حلو ازاي ولونها جميل جدا ازاي دلوقتي هغطي صنية البسبوسة دي لمدة خمس دقيق وممكن تدخلها الفرن طبعا الفرن مطفي لمدة خمس دقيق بدل ما تغطيها وبنسبها تبرد تماما قبل التقطيع والتقديم دي صنية البسبوسة بردت تماما يعني بعد حوالي ساعة او ساعة ونص بعد كده هنقطع البسبوسة هوريكو ازاي بتتقطع بسهولة لانها طرية جدا وكمان مرملة جدا وكمان متماسكة جدا جدا عايز اقولكو شوية نصايح البسبوسة بتدخل الفرن على درجة حرارة 200 بنولع الفرن من تحت بس ما بنولعش الشواية لان الوش بتاعها اللون بتاعه حلو جدا مش محتاج نولع له الشواية خالص ولازم نشغل الفرن اول ما نبدأ شغل يعني قبل ما البسبوسة تدخل الفرن بربع ساعة وكمان البسبوسة بتكون سخنة جدا والشربات بتاعها كمان بيكون سخنة جدا وكمان لازم نخلط السميد في المكونات التانية كويس قوي وبرضو لازم نغطي البسبوسة حوالي خمس دقايق شايفين البسبوسة قد ايه حلوة وجميلة لونها حلو قوي لونها من جوة نفس لونها من برا وكمان مرملة وطعمها حلو قوي تعتبر طريقة عمل البسبوسة بالطريقة دي اضمن وانجح طريقة للبسبوسة وكمان طريقة الحلوان بالزبط اتمنى البسبوسة تعجبكم وتجربوها بالهنى والشفة مقدما والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر